عينة من مخ فأر بداية صغيرة وطموحات علمية كبيرة لكشف أسرار العقل البشري هذه التجارب المعملية تسعى لمعرفة طريقة تواصل الخلايا العصبية نجح العلماء في إصدار نموذج افتراضي للنشاط الكهربي لعدة ألاف من الخلايا العصبية للفأر المخ البشري به 100 مليار خلية قد تجيب التجربة عن أسئلة هامة كيف يستخدم المخ الأفكار والذكريات؟ كيف يترجم إشارات الحواس؟ وماذا يحدث عندما يتعطل؟ هذا المشروع يمكن أن يكشف لنا أسباب تفرد العقل البشري ويفهمنا الأليات الأساسية المسؤولة عن المعرفة والسلوك ويساعدنا على فهم كيفية تشخيص أمراض المخ ويوضح لنا طريقة بناء تكنولوجيات جديدة قائمة على الطرق الحسابية للمخ تحتاج محاكاة عمل المخ إلى حواسيب أسرع من كل ما هو موجود الآن يستطيع طيب هذا الحسوب في جامعة EPFL في لوزان حساب مليارات العمليات في الثانية الواحدة لكنك تحتاج آلافا من هذه الأجهزة لمجرد محاولة محاكاة قدرة المخ على فعل مهمات مركبة متعددة وبينما يحتاج المخ فقط 30 واط من الطاقة أي مقدار ما يحتاجه مصباح يحتاج ما يعادله من حواسيب اليوم أغلب إنتاج محطة للطاقة هذا يعني الحاجة لإعادة تصميم كاملة للحواسيب مهمة يعمل عليها هذا الفريق في مانشستر لقد صنع روبوت يحاكي استجابة مخ حشرة لإشارات بصرية لكن الطريق طويل نحو الذكاء الاصطناعي ما زالوا يجدون صعوبة في فعل أشياء سهلة وفطرية للبشر حتى الأطفال الرضع يتعرفون على أمهاتهم لكن برمجة حاسب للتعرف على شخص معين هو شيء ممكن لكنه شديد الصعوبة يشك البعض في أن يعود المشروع بنفع يبرر كلفة المليار دولار فعلاج أمراض المخ كالزهايمر لا يزال أمرا بعيدا المنال لكن كلما زاد فهمنا للمخ كلما اقتربنا من القدرة على علاجه